هل هناك من وسيلة يمكن بها التخلص من هذه الأفكار والذي يساعد المصلية على عدم السهو والغفلة هو استشعاره عظمة الله سبحانه والخوف منه إذا سهى عنه ودفع الخواطر يكون بدفع أسبابها ومصادرها وهذه قد تكون عارضة خارجية كالأصوات الشديدة من الإذاعة والسيارات في الشوارع والأسواق وما إليها والعلاج هو البعد عن مصادرها وكالمناظر الخلابة كالفراش المنقوش والصور المعلقة أمام المصلي والعلاج يكون بالتنحي عنها ويساعد عليه تركيز النظر إلى موضع السجود والقرب من الجدار حتى لا يكون أمامه ما يشغله وعدم الالتفات وما إلى ذلك مما يصرف عن التركيز وثبت أنه صلى الله عليه وسلم لبث خميصة أتاه بها أبو جهم وعليها علم وصل بها ثم نزعها بعد صلاته وقال اذهبوا بها إلى أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي وأتوني بأنب جانية أبي جهم رواه البخاري ومسلم ولم يثبت أنه أعاد الصلاة التي ألهت فيها الخميصة وقد تكون أسباب الخواطر في داخل الإنسان نفسه وليست عارضة من الخارج وأكثرها رواسب أو ديول لمؤثرات سبقة الدخول في الصلاة والعلاج يكون بطرح الهموم والشواغل قبل القيام إلى الصلاة وذلك يحتاج إلى فترة مناسبة وقد يكون الاشتغال بالوضوء لونا من التمرس على نسيان هذه الشواغل أو التقليل من أثرها روى أبو جاود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان ابن طلحة إني نسيت أن أقول لك تخمر القدر الذي في البيت ذلك أنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل الناس عن صلاةهم ومع العمل على طرح هذه الهموم قبل الصلاة ينبغي أن يحل محلها تفكير آخر وهو يكون بفهم ما يقوله المصلي ويفعله وبقدر ما يدرك من ذلك يكون خشوعه وثوابه وإحساسه بحلاوة الصلاة وخفتها وعدم الشعور بثقلها يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه رواه مسلم وغيره ومعنى انفتل خرج من الصلاة والله أعلم ترجمة نانسي قنقر